أولا عماد أولا مثل ما قال مصطفى الخضر أجلوا فرحة البعض لأنهم استطاعوا أن ينتصروا للمرة الثانية تواليا ثالثا بعد 49 سنة من أول لقاء جريناه مع المنتخب التنزاني في 73 في الألعاب الإفريقية عدنا للفوز مرة أخرى على هذا المنتخب التقينا مع تنزانيا عشر مرات من قبل فوزنا في ست مباريات عادلنا في ثلاثة وانهزمنا في واحدة فقط سجلنا 26 هدف وتلقينا عشر أهداف مع تنزانيا الإسلام السليماني هو الهداف التاريخي للخضر أمام تنزانيا بخمسة أهداف اليوم المباراة الحداش عادت مرة أخرى لأشبال بالماضي في دار السلام أول ملاحظة مثل ما قلت في المباراة السابقة أنا توقفت عند بعض الصور والجزئيات في هذه المباراة شاهدت عندما سجل عمورة ذهب هو أيضا على طريقة بليلي إلى الناخب الوطني هذه اللقطة دليل آخر على أن ليس هناك أي مشكل بين الناخب الوطني وبين لاعبه أي أن بالماضي يتحكم في غرفة تغيير الملابس مثل ما كان عليه في السابق أو أحسن عمورة الذي حاول البعض بعد تصريح بالماضي في كأس إفريقيا بالكاميرون حاولوا أن يزرعوا البلبلة بين عمورة وبالماضي عمورة أسكت الكل وذهب بعد تسجيله للهدف اليهديه لهذا الناخب الوطني كانت أيضا هذه أحسن لقطة في المباراة هذه المباراة مرة أخرى الناخب الوطني سير المرحلة التي نمر بها مرحلة جدا صعبة الحمد لله اليوم فزنا في ثاني مباراة وما أحوجنا إلى الفوز ولا شيء غير الفوز سيقولون لك بعض مختلعي الكرة أن تنزلية منتخب ضعيف جدا نحن ننتصر وأنتم صفوا منافسين بالضعف الانتصال ثم الانتصال